لو كشفت وكان عندك ماء بيضة متقدمة ومستوية خالص أو اعتمع على القرانية قبل أن الدكتور يقرر لك أن يشيل الماء البيضة ويزرع عدسة أو يعمل عملية تاريقية للقرانية لكي تستطيع تشوف بعينيك كويس يطلب موجات فوق صوتية على العين الهدف من هذه الموجات فوق صوتية هو أن نتطمن أن الشبكية وحالة العين لا يوجد نزيف في الجسم الزجاجي لا يوجد انفصال في الشبكية وأن نتيجة العملية ستكون إلى حد ما جيدة يكون لها في الموجات الصوتية وفحص موجود في أجهزة الجسم مثل على البطن وعلى الحوض وفي أي مكان في الجسم والهدف هو فكرة بالضبط الخفاش بيطير في الليل لا يعتمد على الضوء لكن يعتمد أنه يطلق موجات فوق صوتية وعلى حسب ارتداد من هذه الموجات يقدر يحدد أن يوجد قدامه شجرة فبيتفادها وفي قدامه حاجة فبيتفادها وكذلك الفكرة فيه أن البروب يمسكه الدكتور ويحطه على العين من بره على الجفن ويبقى مؤلمة ولا شيء الألم اللي بيبقى مسكه الدكتور دوت على العين بيصدر موجات صوتية وبترتد هذه الموجات بيتم تحليلها بجهاز الكمبيوتر اللي بيطلع على الشاشة ويدينا الصورة دي اللي بيقول لنا اه ده فيه انفصال شبكي او ان الشبكية لا دي في مكانها وكويسة ونفيش مشاكل خالص فدا كده بيدينا فكرة ان الشبكية حالتها معقولة بيدي فكرة عن الناحية التكوينية ولكن ما بيديش فكرة عن الناحية الوظيفية يعني ممكن تكون اه الشبكية في مكانها لكن يكون فيه مرض في الشبكية بس الى حد ما بيقول لك اه لا شيل الماء البيضة دي العين هيتحسن ومفيش انفصال شبكي ومش محتاج عملية للشبكية مع عملية الماء البيضة كمان مثلا لو مريض سكر واصبحت انت كنت بتتبع قاية العين بتاعه فجأة ما انت شايف قاية العين اعرف ان ممكن يكون حصل نزيف فالموجات الصوتية دي بتقول لنا هل هو نزيف بس ولا نزيف مع انفصال الفحص ده عمدنا في مصر بيتعمل بواسطة طبعا دكتور العيون وفي مراكز العيون المتخصصة وليس في مراكز الأشعة تاني نقطة ان الدكتور هو بيدي ريبورت عن الموجات الصوتية اللي هو عملها لان الموجات الصوتية مش بس مجرد ان انا بديك صورة كده وقول لك اقرى الوضع عامل ازاي لا ده مش زي مثلا الفحص اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو زي فحص تصوير القرانية او البنتا كام ان الدكتور هو اللي بيقرى هذا الفحص بنفسه لا هنا لازم يطلع ريبورت على الصورة اللي مطلعها الدكتور لان ما نقدرش نعتمد على الصورة بس يعني كانك بتاخد لقطة من مسلسل وعايز تعرف القصة كلها لا ما ينفعش لازم الدكتور اللي عمل الموجات الصوتية هو اللي يقول اخبارها